ممكن روح للتلفوء مهم جداً مع الكابتن شاوي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبيا كابتن شاوي برحب بحضرتك طبعاً عمر وطبعاً برحب طبعاً أستاذ منذراوي أخوي وحبيبي يعني ده أهلم بيك كابتن شاوي ده شرف ليه والله؟ لا الله يشاليك طبعاً أستاذ منذراوي أهلم بيك أهلم بيك يعني كابتن شاوي أكيد طبعاً يعني معسكر مهم مطشينا يكونوا غاية في الأهمية البرازيل وكوريا وحرك حريص كل الحرص إن كل المطشات تتلعب في توقيتاتها وفي نفس الوقت يعني الإجراءات الاحترازية احنا ملتزمين بها جداً وبالتالي عايز أسأل حضرتك عن القايمة ممكن اتكلمت عن القايمة أبرز اللعيبة فأنا عايز أعرف تعالي حضرتك على التجربة وأيضاً القايمة بشكل عامة كابتن شاوي لا هي يعنى قم واحدة بالنسبة للقايمة يعني خالي نبدأ بالقايمة القايمة هي بدل الاختيارات أنت عارف إن أنا عندي خلصة لعيبة في المنتخب الأول صحيح يعني مصطفى محمد ورمضان وطاهر وأحمد أبو الفتوح وأكرم عبدال أكرم توفيق أكرم توفيق الخمسة الموجودين في المنتخب الأول فالقايمة النهاردة لما تيجي تشوف فيها تلاقي القايمة الموجودة اللعيبة اللي كانت معنا في البطولة تمام زائت في حدود مثلاً تسعة أو عشر عناصر بدأت برزت خلال مرحلة أخيرة في الدوري في الفترة اللي فاتت دي فكنا لازم لهم حق إن إحنا نشوفهم أو لهم حق إن إحنا نجربهم أو لهم حق إن إحنا نديهم فرصة من المتواجدين معنا يعني صحيح فده ده من أعلان القايمة شملة المجموعتين دول وبقى فرصة لنا إن الخمسة اللي موجودين برضو بتوع المنتخب الأول سابوا فراغات موجودة ده من سعين كنون ببعض اللعيبة مع الحفاظ على الشكل والهيكل بتاعنا يعني الشكل والهيكل التاسي بتاعنا اللي موجود هو موجود مع عدد اللعيبة دي بس اللي موجود طيب يعني كبتاً تجربة البرازيل واختيار حرارتك للبرازيل وكوريا الجنوبية هل حراك أنت يعني الظروف بسبب الظروف إحنا اختارنا المنتخبين دول ولا حرارتك اللي مختارهم بالاسم؟ آآ بصنا آآ عشان الاول احنا ناخد خطوة إن احنا نتناقش ونتكلم إن احنا نجيب البرازيل أو فريق بحد من البرازيل تعارف ديات يعني موضوع صعب وإنش موضوع سهل صحيح طبعاً طبعاً في علمي أن دي اول مباراة دي ممكن تقوم في مصر بين البرازيل وأي فريق مصر خالص يعني اي فريق مصر يعني منتخب يعني تمام؟ صحيح؟ لأن احنا كل ملقاتنا مع فريق اللي برازيلي يا إما بتيجي في ك verte الشباب يعني بتيجي في مراحل من المنافسات آآ لاسمية الأوراعة بتجيبنا معهم عشان كده ان احنا نخطو نحنا نجيب البرازيل بطل آآ اولمبياد آآ لهتشانlek عالفين وستاشر عشر ستاشر دا كان الهدف الرئيسي بلئة مرشاحة لغة مكموعة في اولمبياد توكيو آآ آآ دا كان الهدف الرئيسي عشان بقى نخش في المفاوضات معهم وكده وكلام دو كده والحمد magician كان المفاوضات كان داخل فيها سواء متحاد الكورة، سواء مصر الشباب، سواء مسؤولين كبار الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نلعب مباراة بالحجم ده وانا فعيد جدا ان احنا نقدر نلعب المباراة مع المباراة بالحجم ده بإذن الله فرقة كبيرة عندها كل لعبتها تلعب الدور الأوروبي ممكن على رأس المجموعة ريدريكو لعب ريال مدريد يبقى على رأس المجموعة اللي جاية مفيش حد بيلعب في البرازيل خالص كلهم بيلعبهم في الدور الأوروبي بيلعب في الأنبياء كلهم ممكن سبعين في المائة منهم بيلعب في دوري أبطال أوروبا مع فلاهم اللي بيلعب فيهم سواء في فرنسا أو في ألمانيا أو في شخطار يعني عنديها كتير 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 أو ديون أو يعني عنديها كتيرة اللي عبت تلعب كلها في المسابقات الكبيرة ممكن برضو أول فوق منهم وصل النهاردة عمر وصل سبع النهاردة منهم اللي هو مدرب ومديد الفريق ومع الناس المسؤولين بتوع الملابس والمسؤولين الإداريين عشان نكتب كل حاجة بالنسبة لوصول البأس وغرافهم وتدريباتهم والحاجات وكده حاجة منظمة يعني وكان اللي اختار التاني اللي هو اختيار فريق كوريا برضو كان كوريا هي بطل أسيا في التصفيات كوريا دائما بتشوفها على رأس مجموعة أو في المجموعات دائما في الأولمبيات بتشارك بقوة دائما في كل المسابقات الأولمبية بكاثرة كوريا ممثلة عن أسيا موجودة لفتلات كتيرة جدا فريق مميز فريق منظم يمكن فريق كوريا برضو الأول مرة جاي المرة دي بعد ما صعدوا كده ولعبها اتنقلت عندهم عشرة لعيبة كلهم بلعب في الدور الأوروبي سواء في البرتغال سواء في ألمانيا سواء في فرنسا سواء في هولندا يعني حوالي عشرة أو حوالي عشرة لعيب من قدم المجموع اللي جاية فكان اختيارنا إن احنا نلعب مع مدرستين كبار برغم العدد اللي عندنا اللي نهاز لكن كنا بنفكر جديا إن احنا نحتاج تبك فرأ من اللي ممكن نقابلها في الدورة التقريب اللي عام يعني كابتن شاوي حراتك يمكن صرحت قبل كده قلت إن أنا على استعداد إن أنا لو يورجين كلاب مع محمد صلاح كان عنده بعض الرفض أنا أسافر له بنفسي وأنا أقنعه وهال حراتك يعني أخدت المفق المبدأة من محمد صلاح إنه في حالة إن حراتك إن شاء الله يكون موجود معاك هيبقى متواجد وهل حراك يعني جسيت نبض فريق ليفر بول بشكل عام عن إمكانية وجود صلاح حتى لو بنتكلم على تمن تسع شهور قبل انطلاق الأولمبيادة كابتن شاوي؟ بصة عمر إحنا إحنا دايماً ما بنسيبش حاجة للظهور إحنا بنقول وجهة نظرنا ورأينا من بداية عشان ما نجيش في الآخر نقول إيه؟ أصل وقت متأهر أصل لو كنا قلنا من زمان كنا رتبنا أمور ما لو كنا قلنا من فطرة كنا عملنا مش عارف إيه؟ إحنا بنقاطب الجانب الإنجليزي في نازل فاربور أو يقول انقلاب لأن هم أصحاب القرار يعني خلينا أكون صريح معاك مش إحنا أصحاب القرار في استدعام لكن هم أصحاب القرار في الموافقة طب جسيت نبضك بتنشوي جسيت نبض محمد صلاح على أنه يبقى مهور لا 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 بص خلينا أقول لك على حاجة أهب أنا صراح لقاء كبير ولعيب عالمي ولعيب آآ بيزيد قوة لأي فريق بيشارك فيه أه وخلينا أضغب لتنسان إحنا في نمار في 2016 أه لما البرازيل آآ كانت هي آآ آآ بتنظم بطولة وكرز القدم بالنسبة لها كشعبية أولى وبتدور على مداليا أه وبتدور على إنجاز كبير استعانت في نمار كان من أفضل لعيب في العالم في هذا الموسيقى وهو فاكر وقدروا إنهم يحققوا المدالية الزهبية صحيح اللي استعانت محمد صلاح لا تقل عن استعانة البرازيل في نمار بالنسبة لنا صحيح لأن محمد صلاح لعيب كبير ولعيب آآ له النهاردة اسم في آآ في العالم كله في شعبيته في العالم كلها يزدد المنتخب بيه كوة فآآ بنأمل بنأمل يعني شوف نأمل الموضوع بقى مش في إيدينا إحنا لكن بنأمل إن يكون فيه تنطيق مع نادر الفاربول بنأمل إن نادر الفاربول يوافق يكون ظروفه أو ظروف اللاعب كهذا التوقيت مناسبة لحضور مهرجان أو قرص بلومبي كبير العالم كله بيستنى كلها محمد إننا كابتن شوقي يعني بعد التقلق الأخير شوية يمكن خلى بعض الحسابات ممكن تبقى عند حضرتك اتغيرت بالنسبة للثلاثي؟ يا عمر أنا ما نقشتش أي حاجة في موضوع التلاتة الكبير خالص بصراحة مع حد الله عز وجل يبتني أنا مصدى حرفة واللهي مناقشت خالص هسنا لازم بيسعى الحركة تشاوي الأسئلة دي معلش؟ أنا بقولك الحقيقة أنا وضعك أنا بكلمك بالصراحة أنا الحاجة الوحيدة اللي قلتها من بعد كتورة أفريقيا إننا بنستعين بمحمد صلاح وبعد ذلك هناك تقييم لكل اللعيبة وايه المراكز الشغلة اللي عندنا عشان نقدر ناخد فيها اللعيبة اللي تبقى مكينة الملتقى لعيب بحجم النني أو بحجم ترزجي أو بحجم أحمد حجازي أو يعني بص كل اللعيبة دي لعيبة عالمية مهمش لعيبة صغيرين الاستعانة بيهم الاستعانة بيهم لابد يعني انا مش صعب ان انا استعين بلعيب بهذا الحجم وهذا الانكانيات وابقاش لدور كبير عندي ده نقاش بقى هيتم اه امتا هيتم بعد بعد ما نوصل للمرحلة اللي هي بتاعت شهر ستة ودي المرحلة اللي ممكن نختار فيها الاسماء النهائية انت عارف ان احنا كل تجمعاتنا الدولية بتبقى مع تجمعاتنا مع الفريق الاول فحنا بكل مرة هنلاقي لعيبة بتبقى طمعسكر الفريق الاول يعني مش نرعف ناخد اللعيبة دي قال لا اعتبرها من واحد سبعة تمام؟ فعشان كده يبقى لازم احنا نعرف طيل المراكز اللي في التوقيت ده هي الشغلة اللي بالنسبلنا ويكون لنا نقاش مع اللعيبة دي كلها ونقدر في الاخر نقطار الثلاثة اللي يفيدونا اللي يفيدونا ليه لان الثلاثة دول مش يفيدونا احنا صحيح ما يبقى عندي عنصرين زي دول ويبدأوا يشتركوا في المباريات ويشتركوا في المباريات البيتية ويشتركوا في المباريات الرسمية انا اقدر اتجاهل عنصرين بنفس الكفاءة زي كريم ندبت وزي محمد محمود لكن الشرطة كنت انشاء ان هو يشارك فان كان بقى المشاركة خلين اقول ايه انا حتى لما قلت اللعيبة اللي عندي انا باخد النقطة طبعا لصاز دندراوي وانا قاسب يعني لكن اه لما تيجي تفكر في الموضوع ان انا قلت اللعيبة اللي عندي انا في النهاية ممكن اختار ثلاثة اكبر وخمستاشر لعيب لانا القيمة تمنتاشر لعيب فقط تمام احنا بتحارب كل الناس اللعيبة اللي موجودة في مصر في مرحلة سبعة وتسعين واما بعدها بتحارب على خمستاشر مكان لما يكون المنافسة شديدة بين اللعيبة دي كلها عشان نقدر نوصل لأفضل خمستاشر لعيب يكونوا متوجدين معانا ونكمل عليهم اللعيبة طب ما هو فيه لعيبة عند الكابتن ربيع التين مميزين جدا 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 لكن انا اعلم جيدا ان هو عنده برنامج وعنده مباريات في الشهر الجاي اموسي لك كابتن شاو متلصم اموسي لك كابتن شاو متلصم طب ما انا لو كان لو كان المتبتأ من اساس كده لا انا بغضر محاراتك كده بغضر محاراتك لا انا كنت اخترت اللعيبة لكن كاللينا كان لما كان بفراحة فيه عنده عنده حاجة حافق يعني عنده مواجهة رسمية وعنده حاجة رسمية والمواجهة دي يكون اقل من شهر بعد من خلص احنا الاجندة فعشان كده انا مفكرتش في اي لعبة لكن اللعبة كبير مميزين وكويسين ليه اللي هم ان يدقالهم دور في المنتخب اللي اي 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 اداء في النصر في الاولوبيات وتبقى المنافسة بينه مبين برضو لعبة في نصر المراحل السنية عندهم يعني يعني مفتوحة زي ما وفيته عصاب يقف من اللحيبة لكن في النهاية خلينا نقول ان اللي بيلعب في المواجهات الرسمية له الأولى هو يعيش يعني يا كابتن نصير حرارك لأمحمد محمود وكريم ندفد ان هم يخرجوا للعب اي ان كان بقى لو ما فيش فرص بالنسبة لا مش قصدي يخرج لا مش قصدي لو هو كابتن ما عندهش فرصة في النادي اللي هو موجود فيه اي ان كان بأهلي زمالك اسماعيلي يشوف حتة ممكن يبقى متواجد فيها على سبيدي الاعرة مثلا يلعب فيها او حتى لو شارك يا كابتن مع فريق الشباب هل بالنسبة حالك ان حالك حاطيه قانون 3 لعيبة ممكن يشاركه من الفريق الاول هل ده متاح؟ لا انا ما حصلتش قانون 3 لعيبة انا قلت اي لاعب وده اللي طلبنا من اتحاد الكورة بالزبط عشان يبقى كلام مصبوط اي لاعب من ما قولي 97 او 98 مقايد في الفريق الاول وما يكونش اجنبي من حقه ان يشاركت هذه المسابقة طمام وبالتالي يعني لو في نادي مقايد خمسة لعيبة مقايد 97 وعايز اللعبهم يلعب لو في نادي مقايد 4 لعب عايز اللعبهم يلعبهم ده الكرار اللي انا اتفاعتك لي مع مع اتحاد الكورة في الجلسة اللي اقيمت في المسابقة ليه؟ عشان ندي فرصة للعيبة اللي ما تلعبش منها تلعب معنا برضو عايزين للناس كلها تلعب يا كريم ما يبقاش انا النهاردة استحملت لغاية السنة دي واخدت كل قوامي الفانية لكن في اجندة شهر ثلاثة هيبقى قبل البطولة بثلاث شهور يبقى صعب ان انا اخد لعيبة ما بتشاركش خاصة صعب يعني صعب ان العيب يقعد اكتر من سنة ما بيلعبش ويبقين يطالب ان يبقى في منتخب مصر صعب صحيح مشكورة كابتن شاوي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معاي كابتن شاوي غريبة المدير الفني المنتخب اللي لونبي